سيد النائب حسامي الخولي هبدأ الأول بتقييمات من حضراتكم وهي تقييم لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في الفترة من 18 لشهر 6 24 مبدئيا شكر واجب لأنهم عملوا مجهود قوي جدا وهنا أستاذ يوسف وأنا بتكلم بقول مجهود بمعنى الوزارة عبارة عن وزير مصري بيجي له تكليف بيقبل التكليف ومن أول يوم بيقبل فيه التكليف فهو واحد من 7 الصبح لغاية 12 بالليل موجود في شغل بيشوفش أهله أي أن كان في الآخر النتيجة هنرضي على أداءه كسياسين وكمجتمع فهو عمل مجهود غير عادي خرافي قد من وقته قد من روحه قد من مادياته لأن برضو المواطن لازم بعارف الأغلب اللي بيجي وزير بيبقى راجل ناجح طبعا في حياته العملية أي أن كان هو فيه وبالتالي بتبقى حتى الناحية المادية هو بيبقى تكليف مش بصلها كناحية مادية هو بيقلي في ناحية المادية عملوا إيه؟ أول حاجة قدر أقولهم ما تظلموا طبعا تظلموا ليه؟ لأننا تحطوا في واقع غريب جدا مرة واحدة مفاجآت مفرقات غير عادية لو إحنا بنتكلم على الست سنين طلع منهم سنتين كورونا نطلع منهم سنتين أوكرانيا وطلع منهم كم شهر كده سودان وزنة الحرب على الإرهاب وليبيا شوية برضو وحبة إرهاب ودلوقتي القضية الفلسطينية طبعا اللي كلنا معاها بس طبعا مع اللي بيجرى ومع الحسيين ومع اللي بيجرى في قناة السويس فأنت قاعد كل يوم عندك حاجة مش بيقيدك تماما أنا لسه أقيلها المواطن المصري وإحنا بنفكر في روسيا وأوكرانيا إحنا بنسبنا حاجة دولتين بقاعد قوي كده بس ببساطة العالم كله تأثر بس إحنا أكتر المتأثرين ليه؟ لأن هم الدولتين دول للأسف إحنا كنا أكبر صادراتنا السياحية في البلدين دول روس وأوكران دول الأكبر وأكبر واردتنا اللي إحنا بنستورده منهم أمح ودورة وزيوت فإحنا خدنا في الاستراض زيادة أسعار غير عادية العالم كله قادر بس إحنا خدنا الطب لإنه أكبر دولة مستوردة وخدنا نقص في النمو الدولار اللي جاي من عندك أي عاملة صعبة السياحة ده من حتة واحدة بس كل العالم تأثر بها بس إحنا خدناها إشاط واحد وبعالخلل بتحرك التجارة الدولية بأقصادت قناة السويس بالتأكيد طبعا وأنت دخلك وأنت قاعد 40% راحه أنا بكان في قناة السويس أنت ما عملش أنت طورت القناة وما فيش مشكلة والاقتصاد بيقول لك ده فيه نمو في التجارة كذا والمراكب حدزيت كذا بيحصل كذا فالوزارة دي شالت عيب كبير قوي في السنين دي الحقيقة في الحتة دي ممكن المواطن وأنا وحضرتك بننسى شوية وده وضع طبيعي لأننا كلنا اللي بيهمنا إيه في عمل الوزارة في الآخر عاملة للمواطن إيه مدياله الخدمة إزاي الأسعار عاملة إيه ده اللي بيهمنا كلنا من كل المواطنين إنه مظروف في الكعبلة اللي حصلت دي خلت أقدر أقول إن فيه حاجات كانت كتير خارد إرادتهم خلتهم يشتغلوا برد الفعل مش مش بالتخطيط الكامل الحقيقة يعني برد الفعل هو مضطر يعمل أنا مضطر حصل لي كذا في القمح أنا مضطر حصل لي كافز أنا مضطر غزة حصل أنا مضطر السودان حصل كذا أنا مضطر عند ليبيا الحدود حصلت أنا مضطر أنا مضطر الاضطرار ده مع الحكومات ما بقدرش أحكم أني الحقيقة أقدر أقول لك الأداء بقى كان حيبقى مفروض أحسن في إيه وإيه وإيه لو من اللي فات لإن حتى التعويم التعويم والخبطات أنا بتكلم القوية خدناها جاريت نتمنى اللي جاي حيبقى أفضل في شيء